لو لا إيران لكانت إسرائيل في بيروت لا أكيد لا خطأ؟ طبعا ليه؟ أصلاً لو ما إيران ما كانت إسرائيل في لبنان إيه؟ إيه؟ يا خي كيف؟ أمتى؟ أمتى إيران ساعدتنا نحرر لبنان؟ من الـ 82 من وقت لما إجا لحرس السور الإيراني وبلش تبين بالأول المقاومة الإسلامية أمل الإسلامي يعني لما كانوا عم بيقتلوا الشيوعيين وأمل صح؟ لا هلأ هذه كانت تصفية داخل الساحة الواحدة صاروا مقاومة قوية وصاروا يقدروا كمان هن حذروا بالألفين آه إيه أنا لأ مش مش أبضة هذه الخبرية أبداً بتتذكر قبل الألفين كان فيه تهديد أنه ينسحبوا الإسرائيلية من الجنوب قامت إيامة الممانعة وبيت الأسد وقتها أنه هيده فخ ولكيف عم بيقلك بدي فل بيقول له لا بكل وقاحة هاي ما منتذكرها مثلاً هاي قبل الألفين اللي صار بالألفين أنه لضرورات إسرائيلية قال بدنا نعزل ونفل استفاد منها حزب الله وبدو يطلع ع ظهر نشألي فيها بالنسبة لي يطلع ع ظهر نشألي فيها يا خي عراسي أنت حررت أنا اللي حكيته هلأ انسيه أنت الملك التحرير هلأد بس ما صرت دافع أنا كمان حدك عشرين مرة حق التحرير تبعك وخلصنا بقى مبارح نصر الله قال أنه كان التحرير لوجه الله إن شاء الله يقصده شنهار يكون لوجه الله لأنه أنا تحرير لبنان من السوريين كمان لوجه الله هادي ما حدا ينسيها وتحرير لبنان من منظمات الفلسطينية كمان لوجه الله هاو ما حدا يجب ينسيهم مش عدوك يعني بذات أو بسمنة وعدوك بذات لا كل الأعداء وفي ناس وغالبية في لبنان تعتبر إيران عدو اليوم طبعا